أيام قليلة وتستأنف عملية حصد الرؤوس ليرفع صيف العدالة في وجه مسؤولين سابقين في الدولة مجددا محاكمة المدير العام للأمن الوطني سابقا عبدالغاني هامل منتظر خلال أيام لتكون ثاني المحاكمات الكبيرة التي تشهدها محكمة سيد محمد بعد تلك التي انقضت قبل أسبوع وأصفرت عن أحكام بالسجن ضد أيحياء سلال ومجموعة من الوزراء ورجال الأعمال ملفات الناء الثقيلة ينتظر الكشف عنها خلال هذه المحاكمة والأكيد أنها ستذهش مرة ثانية الرأي العام بأرقام نهب المال العام الخيالية قضية الهامل ستجر وزراء وولاد منهم منهم رهن الحبس وآخرون في حالة إفراج مؤقت ويتعلق الأمر بعبدالغاني زعلان وعبدالملك بوظياف كواليين سابقين لوهران موسى غلاي ومصطفى العياضي ولا تأتي بازا سابقا محمد الغازي والي سابق لشلف ونجله وعبدالقادر زوخ والي العاصمة سابقا وزوبير بن صبان والي سابق لتلمسان وعدد من أفراد عائلة الهامل من أبنائه الثلاثة وابنته المتواجدين رهن الحبس المؤقت فضلا عن زوجته المتواجدة تحت الرقابة القضائية وقد تظهر أسماء أخرى خلال المحاكمة ويتبع هامل بتهم فساد ثقيل منها تبيض الأموال والثراء الفاحش غير المشروع وسوء استغلال الوظيفة مع الحصول على امتيازات غير مشروعة اشتركوا في القناة